اهلا بكم مشاهدين من جديد وحييكم من القدس خطاب الرئيس السوري اتى عكس ما هو متوقع الاسد اندفع الى الحديث عن مؤامرة خارجية هدفها تفتيك سوريا وإثارة الفتن الصائفية فيها القراءة هنا في القدس لخطاب الاسد ومآلات الوضع في سوريا وتعليق عن هذا الموضوع ينضم الينا من القدس السيد اوفير من تلاذيذ السيد اوفير جندلمان اناطق باسم الحكومة الاسرائيلية اهلا وسهلا بك معنا بداة سيد جندلمان بأي سياق تقرؤون تصريحات الاسد خاصة بشأن تأثر ملف السلام بحراك التغيير اعتقد ان هذا الخطاب لم يفاجأ احد كان الخطاب مصابت عادة حليم الى عادتها الاديمة اولا نظام اسرائيل بشكل تلقائي هذا كان متوقعا ليس كذلك يعني سوريا دائما تطهم اسرائيل بكل شيء وبعد ذلك رأينا كيف هو تجال الاحذات الشرع السوري يعني تصرف وتحدث كانه لا توجد اضطرابات ضد النظام ضد هذا النظام الغاشم والقمعي وبتالي يعني رأينا كل هذه التصفيقات في القاعة عندما هاتفها الجميع يعيش 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 يعني مشهد يدعو للسخرية ليس كذلك بالنسبة للعلاقات الاسرائيلية السورية ودعا اسألك يعني ما الذي يعيق اعادة اطلاق قطار المفاوضات المباشرة على المسار السوري بعد طول توقف ودون وسيط اعتقد انه اولا يجب على سوريا ان تتغير يجب عليها ان تغير سياساتها حيال المنطقة عندما هي تدعم حماس وحجبالة وهي حليفة ايران لا يمكن ان المودي قدومان يجب على سوريا ان تثبت العالم بانها دولة دولة مسؤولة دولة تعطانك خيار السلام ونرىك ماذا يحدث على الارض من دعم منظمات ارهابية بالسواريخ والى اخره وبدون تغيير جزري بالسياسة السورية لا اعتقد انه استطيع المودي قدومان وبالتالي رأينا ما حدثت في سوريا يعني يمكن انه نظام الاسد الى الزوال يمكن انه تكون هناك تغييرات جزرية في سوريا عندما يتدخ بانه في سوريا نظام مسؤول نظام يريد السلام والحوار والتعايش اعتقد انه استطيع المودي قدومان الاسد سيد جندرمان تحدث عن اعداء اقليميين في المنطقة ولم يذكر اسرائيل بشكل مباشر لماذا برأيك وكيف تقرأ هذا كان هناك تذكير مباشر لاسرائيل اتهم اسرائيل بمؤامرة او بالسيطرة على جهات داخلية في سوريا يعني كما قلت هذا كان متوقعا نعم يعني النظريات مرى المؤامرة شائعة جدا في الشارع العربي وفي الشارع السوري بذات وهذا لم يكن مفاجعا يعني نحن كنا نتوقع بانو الاسد كان يتطارق الى الوقاية كما هي ولكن فضل التجاهل من كل هذه الاحداث طبعا وهذا طبعا يظهر للجميع بانه معزول عن الواقع عن البيع فقد السلام على الواقع كما يبدو نعم طب يعني هو لما تحدث عن التحديات تحدث عن تحديات اقليمية اودعا اسألك ايضا بنسبة ننتقل الى موضوع اخر الى موضوع اللي تحدثت عنه اسرائيل عندما اتهمت حزب الله بتعزيز صوتها وعدد من خلال تخزين عشرات على قطع السلاح والذخائر ونشر عناصر في القرية المدنية في جميع الجنوب اللبناني ويعني كيف برأيك يعني ما الذي دفع للكشف عن هذه الخارطة بشأن اسلحة حزب الله هذه الوقاعة معروفة لكل من يتعامل مع موضوع حزب الله سواء كان في لبنان او في الخارج ولكن الرأي العام العالمي يبدو انه لا يعرف الكثير عن ما يجري الان في جنوب لبنان من تحسينات لحزب الله ومن تحذيرات للحرب القادمة لذلك اردنا ان نصالت الاذواء عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان عن هذه الانتهاكات للقانون الحربي فعلا وطبعا نرى ماذا سيحدث مستقبلا رأينا ما حدث في حرج لبنان 2006 عندما استغل حزب الله الاهالي اللبنانيين تدروه بشرية وطبعا لا نريد ان يحدث ذلك مرة اخرى ولكن ما هدف الكشف سيد جندلمان ما الهدف من الكشف عن هذا الموضوع هل هناك سيكون تحرك اسرائيلي في هذا الاطار الهدف هو ازالة القناة عن وزح حزب الله يعني الرأي العام العالمي في أوروبا والسلات المتحدة لا يعرف الكثير عن حزب الله يعرفون بأن هذه هي منظمة إرهابية ولكن لا يعرفون كيف يستغلون الاهالي المدنيين في الجنوب كدروه بشرية لا يعرفون كيف يحصنون القرى والبيوت كدوشا كمواقع حصينة وطبعا لكي يكون هناك واعي في الأروض الدولية لهذه المشكلة الحقيقية طبعا خشفنا هذه المعلومات هاي ستون هناك توجه للأمم المتحدة أو لأي جانب دوء دولي في هذا الاطار خاصة يعني وأنه حسب ما تقولون أنه هناك خرق مباشر لفرار مجلس الأمن الدولي رقم 1761 بتأكيد نحن نعمل على كل الأفعادات لكشف الواجه الحقيقي لحزب الله ولكشف الوقاع الجاري في جنوب لبنان وطبعا نكادم شكوى لدى مجلس الأمن وطبعا نكون بكل ما بوسعنا من إجراءات ومن نشاطات دبلوماسية والسياسية لإطلاع العالم على ما يجلس في جنوب لبنان لو تحدثنا بشكل عام عن ما يحدث مؤخرا في المنطقة يعني بدأنا هذا الحوار من خطاب الرئيس الأسد والآن نتحدث عن ما يحدث في حزب الله برأيك كل هذا التصعيد وكل هذه الأمور إلى أين تؤدي في النهاية؟ يعني لا نعرف يعني الله وعلم لحسنا معانين بحرب أخرى لحسنا معانين بالتصعيد ولكن عندما نرى هذا تسليح الهائل لدى حزب الله بصواريخ بعيدة المدى وقصيرة المدى وبأسلحة متطورة جدا ترى أن نحن نأخذ الخطوة الحاضر وانتهي سيد أفير جندل من أنت متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ودعا نشكرك على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم